اشتركوا في القناة لما كانوا عم يحكوا عن الرجال السياسة كانوا عم بيقولوا مثلا افلان لبط نعمته جحش كر لبينفع ولبضر او زمرت حمير لا كبير ولا مشير او الخان ضيق والاحمار لباط بعد حمارة ما ينبط حشيش او لولا العصى كان الحمار اول من عصى او الدنيا حك جحاش ليك ملا تعابير حلوة وبتعبر تماما عن واقع الحال بالنسبة لشريحة كبيرة من اللبنانيين السياسيين اليوم صنفين يا حمير يا جحاش انا طبعا ما بيقبل هالتصنيف المعيب ثم انو هالحكي بيعتبروا انا اهاني للكلاب هده رأي باكرفير